برجا حاجة المهرجين هذية هو المهرجين الوطني اللي نوادي المسرح بدور الثقافة ودور شباب هذي الدورة ثلاثين من المهرجين اللي هي معنيها مناسبة حلوة برجا ان شاء الله النابل اللي بيش تحتضنوا اول مرة نابل سفيه ترونتون هو يدوره واسنين ان شاء الله بيش يكون عنا بيش يكون ان شاء الله ايامات 24, 25, 26 27 بيش يكون الاختتام ان شاء الله ديسمبر هذي الجاري المهرجين هذي يتمثل فيه مسبقات ما بين النوادي دور الثقافة اللي تنشط فيه ميدان المسرح عملوا المهرجانات الجهوية وصارت تصفيات على المستوى الجهوي وبعد على المستوى الاقليمي وان شاء الله لأيامات الجاية بيش تكون على المستوى الوطني المهرجين العادي متاعه كان يصير في معناه يبدأ في مارس ويوفا في اخر ديسمبر اسنين للظروف الوبائية والصحية متلازينا شوي خدمناه في ثلاثة شهور الاخرانين من سبتمبر الديسمبر اما الحمد لله معناه وصلنا بيش نعملوه مهرجان وطني ان شاء الله هنا بالضبط المشاركات فما فما شروط للمشاركة فما اعمار معينة كيف تدعتينا اكثر تفاصيل؟ بالنسبة للاعمار ما فاماش اعمار محدة لكن المشاركات تكون لي نوادي المسرح بدور الثقافة فقط ودور الشباب معناها ما نجموش ندخلو جمعيات حاسا هل أنه اليوم دور الشباب اليوم مدام سمحني لانه اذا كان بيش نحكيوه على مهرجان ودور الشباب وغيره هل أنه دور الشباب الكل هل يوم مفتوحة بيش نجموه نحكيوه على مهرجان؟ هو في الظروف العادية ما هيش الكلها مفتوحة بالضبطي وكل وزارة تعمل البروتوكول الصحي الخاص بيها في الظروف هذيها بالنسبة لي وزارة ما هيش نحكيوه على الظروف الصحية راهو نحكي بصفة عامة بصفة عامة عنا برشا مؤسسات معناه فاما اللي تحرقت في الثورة والتواما رجعت التبنيت فاما اللي مهد ما وتشكوه سيينة والتواما تسامنة نجموه نعملو مهرجين من غير ما يكون فاما دور ولا دار ثقافة ولا دار شباب حاضرة بيش تستقبل ولا تستقطب الشباب هو فاما دور ثقافة اللي تنشط معناها اللي ما وقفش النشاط امتيحها فاما حتى اللي ما عنديش اللوكالة امتيحها معناها يفتقر اللي قاعد عروض ولا يفتقر الى المؤسب بكلها معناها اللي تجقون ينشطوا فيها اماكن اخرى معناها وفاما تأثير لها هالاماكين الاخرى هيدوما مدام لديه اكيد اكيد هو الهيكل المؤثر لدار الثقافة هو اللي يبقى يشتغل على الانشطان متاعه اذا كان يرتقي انه يقعد ينشط باسم دار الثقافة او دار شباب في فضاء اخر معناها هذي ترجع ديما للمديري والمسؤولين بتاع المؤسسات هذي وفاما شكون يقول لك انا دار ثقافة متاعي ما تخدمش دانك عندي عندي ديز او بشمان دانك ما نخدمش وفاما اللي يقول لك لا شيء نجمو نخلقو له من لا شيء يراه واغلبية دور ثقافة الحق الحمدولله معناها اغلبية الناس او دين في الثقافة اذا كان نسميوا هنا في نيبل اذا كان نجمو نسميوا بعض مثلا دار ثقافة قرنبيليا دار ثقافة قرنبيليا اللي قاعد ينشطوا بالقدان معناها معناها شركت في المهرجين ووصلت عملت عمل وشركت في المهرجين بالرغم اللي ما عنديش قاعد عروض وقاعد نشاط معناها اللي هي وصلت حتى ينشطوا في الجردان بتاع الدار ثقافة معناها يبربوا ويعودوا ويحفظوا في النصوص وكل غلطة وغفوها ويحفظوا نصهم ووصلوا وشركوا في المهرجين الجهوي ما تعداوش للأقليمية وكيمة مش الناس كل بش ستعدا اما وصلوا معناها وعملوا عمل وعمل يشكر معناها يذكر فيشكر معناها بيه قدش بشي دوم المهرجين هذا المهرجين يبدأ من وقته حتى الوقته الافتي تيح ان شاء الله نهار 24 مع نص نهار ويختتم نهار 27 نهار لحد 27 ثلاثة أيام كيف كيف مع نص نهار كيكا يمتد على ثلاثة أيام على أربع أيام أربع أيام ايانا حسبت كيكا ايانا حسبت شتر ملون شتر ملون المهرجين بيش نفتحوه ان شاء الله بتدشين مجسم اللي هو مجسم كتبنا عليها عنوان المهرجين المهرجين الوطني نوادي المسرح بيدور الثقافة ودور الشباب اللي الدات أكيد واللي هو خطر هذية مناسبة هي ثلاثينية المهرجين وتحت اظنوا نابل معاناها فما هو كازيو عليش نعملوا حاجة كما وإن شاء الله بيش يتحط بحض المركب الثقافي نيابوليس في نابل وإن شاء الله بيش يكون تدشينوا نهارة 24 بعد بيش تكون عروض الشارع خطر هما فما 5 ديسبلين في المهرجين هذية خمسة مسابقات اللي هما مسرح الشارع مسرح العرأس المسرح المتكامل لشبابه كهول ومسرح المتكامل للأطفال ومسرح المونولوج اللي هو الممثل الواحد على الرقح هذو ملي سانك ديسبلين كل إقليم بيش يرشحنا سانك معناها خمسة عروض كل حاجة في ديسبلين معناها إن شاء الله بيش يتوزعوا على زوز لجين بيش يكون فيهم ستة عناصر بيش يكونوا متوزعين حسب لديسبلين عنا لجنة للعروض الكهول وشباب ومسرح المونولوج والشارع مسرح الشارع ولجنة أخرى للأطفال والعرأس بالطريقة هذي إن شاء الله أم فاسيغني معناها العروض الكل ويتعادوا في ظروف طيبة إن شاء الله إن شاء الله هل أنه الدعوة مفتوحة للناس الكل بيش يحضروا كيفيش والله هو حسب البروتوكول الصحي معناه اللي هو جاء معناه فيه شوية غموظ خطر من اللول يقول لك عندك في اللول فما بند يقول لك عندك الحق في 30% في قاعات العروض من الجمهور ومن بعد يتدارك يقول لك تأمين العروض دون حضور الجمهور وبثها بتاريخة ستريمينج كالعروض الموسيقية والكوريغرافية والمسرحية دونك أحنا تلوك اللي بيش نعملوا مسرح معناه بش يكون انستريمينج برغم في البند اللول يقول لك طاقة الاستيعاب 30% معناه تنجم تكون طاقة الاستيعاب 30% بالنسبة للعروض الموسيقية أو التنشيطية أو اللي سيمينيخ أما المسرح والموسيقى والكوريغرافية لا لانجم مش نعملوا في القاعات دونك هذي نستنى والتوضيح إن شاء الله إما يكون بحضور 30% من قاعة الاستيعاب القاعة اللي بيش تكون في المركب بيش تكون في قاعة المركب بنيا بوليس أو إنو بيش تكون بطريقة ستريمينج وأحنا هكا ولا هكا احنا محاضرين معناها طريقة ستريمينج وإن شاء الله معناها التكنيك ما ولوجيستيك ما وحاضرين إن شاء الله للظروف اللي بيش تكون حضرتوا جوائز ممكن تشجيعية للي بيش يربح حتى لي مش بيش يربح زيدة لي إنو يخدم خدمة وتعب العمر بالمشاركة بالظفط فما ظروف خايبة ممكن خدموا فيها ولديتنا وهالليجون هذو ومبعد يروحوا كيكا معناها خايبة شوية هو أحنا جوستو ما حبينا معناها كل واحد يروح تزايد له حاجة في سيفين بتاعه فما شهيد مشاركة هذي كبازل النسكل أي واحد بيش يتعدى بالمهرجين الوطني وهذي أولى معناها في المهرجين قبل ما عملوهاش ما كانش موجودة وفما شهيد تقدير للمؤسسات اللي شاركة تزايدة كل مؤسسة دار ثقافة تطوين مثلا بيرل أحمر بدار ثقافة قربة شاركة مخذيتش تاخو شر تقدير على المشاركة فما ديت خوفي عمليهم للمتميزين اللي هما بش يخذوا إصدارة في الترتيب وفما جويز بش يجيبهم الإدارة العامة على كل مسابقة بتبيعة هنا نحكي على كل مسابقة على كل مسابقة وفما جويز للمتميزين بش يجيبها الإدارة العامة للعمل الثقافي اللي هي تشرف على المهرجين إنا تواجيني وحنا نحكيو مادام نادي تقول دور الشباب قاعدة تخدم رغم الأزمة تحترم البروتوكول وتستقبل الشباب بأعداد محددة وتخدم مسرح وموسيقى ومواطنة وراديو ورياضة يكفي تقزيمة لعمل هذه المؤسسة احنا ما كناش نقوله بالعكس ما كفاماش منعاش تقصدنا احنا بالكلم هذيه وإلى ممكن أنا ركزت على نشاط دور الثقافة على خاطر هذوكم اللي يتبعوني معناها حتى وإن كنا وينهم دور الثقافة اللي قاعدين يخدموا موش معناها نقصدو في الوليدات ولا في المشرفين على دور الثقافة ولا دور الشباب هوني نحكي على احنا كمندوبية هنا وانتوما كمندوبية كذلك وزارة الثقافة وزارة شؤون الثقافية وينهم من ناحية الدعم المعنوي وحتى المادي التجهيزات تنجم تكون ناقصة هذا هو اللي احنا اليوم نحكيو عليه معناها بالعكس احنا احنا معاكم الشباب وين ما كينو في دور الشباب وإلى دور الثقافة نحبوهم يخدموا ونعاهم قاعدين يخدموا في ظروف خايبة ياسر اما جست بش يخدموا كل جهة هذيك وكالصغيرات وكالشباب للاشعاع الثقافي فبرافو ليهم انهم يخدموا في ظروف كيفما هذي لكن في نفس الوقت احنا اليوم من هنا مش فقط لازم نقولوا شكرا لازم نقولوا شنو الحاجات الخايبة اللي موجودة وهنا ندعو الوزارة للشؤون الثقافية علش لا انها تعمل نظرة عليهم وفماش شوية دعم لهم علش لا زد في الهيب الاجئة هو جست تفسير النقطة بركة زينب سمحني بالنسبة دور الشباب من يتبعوش وزارة الثقافة يتبعو وزارة الشباب وزارة الشباب ورياضة ورياضة معناها هما عندهم ادارة خاصة واحنا مؤسساتنا دور الثقافة هي تتبع وزارة الثقافة معناها هنين توجه سياسة اخرى احنا نحكيوا على دور الثقافة لكن هو المهرجين لنا ويد المسرح بدور الثقافة بدور الشباب على خاطر كانت العادة انه وزارة الثقافة تنظم المهرجين الوطني للمسرح ايه اما المهرجين المسرح نظموا وزارة الثقافة تحت إشرافها هي ويدخلوا فيه يشاركوا فيه دور الشباب ووزارة الشباب تنظم مهرجين الموسيقى اللي هو مالورزمون من عامة الثورة 2010 ما عاودوش نظموه احنا بقينا سيرين عالعادة وقعدنا نظمو في المهرجين الثقافة المسرح سامحني لكن وزارة الشباب نقطعوا مالورزمون من عرفوش علاش نقطعوا عن تنظيم مهرجين الموسيقى وكنا احنا كمؤسسات الثقافية هي تشارك معاهم في المهرجين واخنا من هنين ندعوهم احياء المهرجين هذين خطر اني ورلينا نخدموا بيش نعملوا مهرجيننا وحدنا معانيها من هنين ندعوهم بيش يعاودوا يرجعوا لان الفيدة بيش تعم على الجميع وهم رويت دور الثقافة هما نفسهم رويت دور شباب براهم هذك هو الشباب المنطقة الواحدة معانيها يمشي شوية هكا وشوية هكا معانيها وين بيش يلقى راحت وين بيش يلقى ليز اكتيفيتاي اللي تساعدوا اكيد اكيد اه دونك اه دونك الهنا اللي فما ورشيت يمكن محاضرينها في تيلة هالأربع أيام مادام نداية كيفش بيش تكون والله احنا بالنسبة حاتين للبارح ما كناش معاني حذرنا احنا بلان معاني اللي فيه الورشيت لي ما كانش البروتوكول الصحي واضح معاني يمكن نهار الاثنين ان شاء الله نخلطوا الورشيت اللي احنا كنا زعم استغنين عليهم امكانية هذية من نجزم خاطر يجزمها نرجع للجنة التنظيم لكن احنا في اللول كنا مبرمجين ثلاثة ورشيت بيش يكون بيش خاطر للصغيرات وحتى الشباب وحتى الكهول المشاركين في المهرجين يزنوا كي يجي ما يقاج هكيكا جوز يتفرج في العرض او ما يتفرج وكهو ويرا اللي يستفدوا بها المشاركين الكل ان شاء الله ان شاء الله رجعهم ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق يعيشك فما نقطة عندك حاجة نجمة بتحب تضيفها مدامين فما نقطة همة جدا اللي هي الدورة هذي سميت دورة عبدالحق خمير العرائسي ولد قربة اللي احنا بيش نكرموه ان شاء الله واللي هي كان اختيار لإدارة العامة للعمل الثقافي بيش يتكرم شخصية فنية من الجيعة وتم اختيار عبدالحق خمير ان شاء الله بيش يكون التكريم ممتعه مع الافتتاح ان شاء الله بعد تدشين المجسم بيش يصير تكريم عبدالحق خمير حاضرنا له فيلم شاريت وثائقي معناها عن مسيرته الفنية بيش يعرض عنده شكون اللي ورثوا فها صنعة هذي وإلا لا عنده انجن ماريونيست اللي هو يتبع فيه معناها عنده مدة اللي هو ان شاء الله بيش يكون هو خليفة عبدالحق خمير ولا وينه عبدالحق خمير ما يتعوضش معناها في قامته الفنية في حرفته في طريقته كان تتذكر انتي العروس اللي كانت تطلع عنها في التلفز بكري وحنا صغار هذيك اللي تشتح شهره زيد هذيك كان يشتح فيها عبدالحق هو الله يرحمه هو مازال حي عبدالحق بيش يكون موجود في المهرجين وان شاء الله بيش يكون عنده معناها حيز من الزمن محترم معناها لتكريمه ان شاء الله إذا كنا وصلنا بيش نعملوله معرض للعرائس متاعه معناها والجو هو عبدالحق ومعه الشريط الوثائقي هذية معه تقديم بعض الهدية اللي بيش تحذرهم من الإدارة العامة للعمل الثقافي معه احنا شنو معناها كيفيش بيش نحتفيو به ان شاء الله بيش تكون معناها احتفالية مميزة لعبدالحق عقمير ان شاء الله ان شاء الله شكرا لك معدام نادية معد لفن إذا كيفيش نجموها كان ندعوهم مبدئين انهم يدخلوا على الباج متاع الفيسبوك متاع المندوبية الجيهوية للثقافية بينابل يلقاوا غاديك اللي فيش ان شاء الله بيش نحطوها بيانتو خطر من الزن ما خطينا هيش متحصلناش عليها وبيش نحطوا البروغرام ان شاء الله والعروض لكلها معناها بيش تكون بتاريخ ستريمينج معناها بيش تكون ديريكت معناها على الباج وإذا كان حتى اللي تخلف ومش فيش ينجمو يلقاهم سجلة على الباج معناها بيش توقع على الباج ينجمو يتبعونا ان شاء الله وماذا بينا للناس حتى كان ما فهميش حضور في القاعات يكون الحضور متميز وراء الشاشات ان شاء الله وكالجماعة كنحبو كالجماعة تتحط ان شاء الله ان شاء الله بتوفيق لكما دامنا ديناس مجيزت مصلحة مؤسسة تنشيط ثقافية بالمندوبية الجهوية للشؤون ثقافية بينا بلشكنا لك على حضورك وبتوفيق في هذا المهرجان مهرجان الوطني لنوادي المسرح بدور ثقافة ودور الشباب شكرا لك